شوف حضرتك الفيسبوك وليه احنا جايبين الفيسبوك يا سيد محمد الفيسبوك احنا بدأنا في 2014 بنسب معينة لدخول استخدام الشباب او المصريين للفيسبوك الارقام دي متفاوتة في الحقيقة في بعض التأديرات مختلفة عن كده انما يظل النفس الاتجاه موجود بدئين ب22 مليون دي ارقام لرصد لمركز واحد احنا ما جبناش كذا مركز يا جماعة احنا اخديني التقرير اللي بطلعه المركز كل الارقام دي فيها نفس المنحنة ده طبعا وهي زيادة الاستخدام في الفيسبوك وفي نفس الوقت زيادة نسبة الشائعات بنفس المنحنة تقريبا لانه هو بحاول يوصل للي بيستخدم صحيح كل ما الفيسبوك بيزيد استخدامه هنلاحظ انه الشائعات بتزيد جدا جدا لانه زي ما قلت لها حضرتك هو مستهدف الشريحة اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي واللي بتعمل اللايك والشير والشير ده هو يعني مشكلة المشاكل في الموضوع انه كل حاجة يشوف اي خبر بيبدأ يتعامل معاه على الفور لو الناس نظرت وانا شفت لما شفت الرسوم البيانية دي لو الناس بصت وشافت فعلا ازاي الشائعات دي بتيجي في مناطق معينة في توقيت معينة حيعرف كويس جدا جدا انها موجهة وان دي ملعوبة يعني المنطقة دي في حد هنا بيلعب اه انا ممكن اتقبل نسبة معينة وده الطبيعي في اي مجتمع في العالم ولكن ان تزيد النسبة بشكل كبير جدا جدا في الفترة انا مهتم فيها بالدكتور صبح يا سيلة ان انا افاجأ ان فيها ربعيد خمسين شائعة خرجة عن الدكتور صبح يا سيلة لا يبقى فيه حد بقى مش حبك وحد بيلعبك صحيح واحنا لو سألنا السادة المشاهدين دلوقتي عن توقعهم ايه المجال اللي هيبقى اكتر انا كنت متوقعه من قبل مجلس الوزراء ما يطلع هذا البيان كل كان متوقع جدا ان الصحة هي هتبقى الاهم طبع في موضوع الاشاعات وكان واضح جدا ان الصحة تقدمت وهنشوفه في الشكل اللي بعده ازاي الصحة حازت على النسبة الاكبر من الشائعات في عشرين عشرين ربع الشائعات تقريبا نحن نتكلم في ربع الشائعات اللي في عشرين عشرين ثلاث من نصيب قطاع الصحة وبعدين بعد منها التعليم عشان العيال اللي ما عادت في البيت والتابلت والامتعنات اللي هو متعلق بالصحة برضه اللي هو متعلق بالصحة برضه اللي هو متعلق بالصحة برضه ثم الاقتصاد والدنيا واقعة ومش هتوقف على رجلينا ومش هيدوكوا فلوس كلها مشاكل كل ده والتموين ومفيش اكل في البلد مش كده صحيح والحق اشتري والحق اعمل وبتاع صحيح والزراعة بقى مشاكل الزراعة حتبص تفاجأ ان انت بقى في منطقة كده اللي هي بتلعب في نفس النسب الطبيعية الدولية شوية صحيح رغم ان هي برضه ممكن تكون موجهة انما التركيز كله في هذه في الصحة لانه هو مستهدفك من الصحة التلاتة او الاربعة الاساسيين الاولينين دول بسبب خفنة من الكوفيد ناينتين ومن الكورونا وبسبب ما حدث كله انطلق يلعب في هذه المنطقة ده صحيح ده صحيح ده صحيح فالصحة فضلت محافظة على الموقع الاول زي ما اقول لحضرتك في نسبة الشائعات